بحييكم من عب الزبلوي وبنتكلم عن النخبة وبطيق مولانا عن المعايير المزدوجة او ازدواجية المعايير النهاردة تسأل اربعة وثلاثة كم يقولك انت سيسي ولا مرسي بايع ولا مشتري كأنك بتسأل عن سعر العملة او سعر الضمير والاخلاق تقول الانبوبة وصلت خمسين جنيه وقبل ما تروح تجبها تكتب وصيتك يقولك اسكت يا خروف مرسي مش راجع طب الاسعار واللعت المواصلات العيش النور راجع يقطع يقولك ده تخفيف احمال واسكت يا خروف طب بالنسبة للامن الجنائي والامن العام مين قتل المقدم محمد مبروك مين قتل اللوى نبيل فرج مين فجر موكب الوزير مين ضرب كناة السويس مين حط قنبلة جوه اسم الوراء مين فجر مبنى المخابرات برفح يقولك اسكت يا خروف مرسي مش راجع مين ضرب الكنيسة للأسف للأسف النخبة بترقص فوق الجسس والدم واصبحنا محتاجين اخلاق الكفار ايه اللي جابك حاج شرفانت حانت راجل كبير ومريض سمقت ان في رقصة ومطربين هنا ليه واحنا بنكتب الدستور يا جماعة مبنى المخابرات في الاسماعيلية اول الصور كمين واخره كمين الناس عدت بربعمائة كيلو متفجرات مش ترمس ولا غلى ووقفت في النص ومدفع الافطار اضرب واحاوي يا واحاوي ليه نفس التصرفات بتكون مقبولة عندك من شخص ومرفوضة من شخص تاني المستشارة اللي معاها نسخة من مفاتيح القنوات وبقيت خايف دلوقتي تنزلي من الحنفية كانت بتقول سقطت شرعية نظام مرسل منتخب بعد سقوط اول شهيد امام صور الاتحادية تمام مساء الخير يا طانت محتاجة كام جثة عشان تسقطي شرعية نظام معين من واحد من زميلك ولا دجة تعد العلباب كده زي الترطور مالكش اي تلاتين لازمة هتعمل لي فيها رئيس جمهورية فاتش الشيوخ اللي دخلت دي واحد يكون معاه مصحف حطه في جيمه ولا سواك ضربه في الشراب لسه نبالح مسكين اتنين اخوان معاهم سبحوا وسلمناهم للبلطقية مين لي اخوان انا يعني انت ما اكتشفتش كده بودانك اللي نشتري فيها اقول دي وهما في السلطة وهما في الحكم ان انا اخوان ما اكتشفتش غيره هما في السجن لو انت عندك ربع ضارب انا فاضل ربع سليم وما تحلوش عشان لما بغيب بلوش عاوز تتشعر اقولك انا اقوله تتشعر اي حد فيك يا جماعة عاوز يتشعر يربي دقنه يتضم الحزب النور يطلع تصريحه وقول فيه نفسة حشر مع صفناز يوم الايام مش هيلاحق على القنوات ويطلع بقى يقول ايه الرقاصة لو ماتت ويراحة كبارية تبقى شهيدة الحزب طبعا هيطلع بيانه ويقول لا يعبر الا عن نفسه من الاخر اللي شافني بصلي او بصوم ومعه مستند يتفضل عن نائب العام ولا دجة وزع عصير على الناس دي كلها بس فاهمهم لازم يتشرب قبل الساعة 12 النهاردة اخر يوم في التلات سنين صلاحية الكلب ميكيالين تشوفه مع الدكتور بتاع مصر الجديدة اللي ساكن في حتة مفهاش حلقين كان بيتكلم كتير ومصدعنا عن الشرعية الاخلاقية المرسي وعن شرعية الانجاز بقول له شفت عدد الجزس يا استاذ اللي تحرقت وتولع فيها بجاز شفت الناس اللي تقتلت في عربية الترحلات مخنوقة بقنابل الغاز كلامي واضح ولا تحس ان فيها الغاز اهيانة من بطيخ مولانا وهنا نقف لحظة اقعد يا جماعة مش قصدي نقف ونطلب بس من النخب معايير واحدة وموحدة حتى لو كانت اللعبة قذرة السلوك المبنى عن المصلحة الخاصة بيتعرض مع الشرف وقصص العدالة واحقاق الحق انت اخ انت بتعمي ليه بتديره عبر ازاي انت بتدير الحاجة عشرة امتح عبر ليه مش تغل انت وبعد محرة طب بتديره عبر ليه يعني ايه كنت بتديره عبر لزميلك يعرف الشغل دداله ستة قبرة يا عم طعبان قوي طب ماشي فاكرين كمان تربص الاعلام بالكلمة والحركة والنفس طب عندك دلوقتي وزير التنمية المحلية بيعين واحد ميت رئيس لمركز ومدينة اطفيح بالجيزة عادي احنا بشر ابن خلدون كان بيقول احياء الاموات معناها موت الاحياء طب وزير الرأي بيقولك مصر مستعدة تشارك في بناء سد النهضة في حالة ايه موافقة اسيوبيا هو احنا هنضمره بالطيران ولا هنبنيه بطيخ مولانا وانا عاملة نفسي نايما في كائنات ملهاش اي لازمة وحرامة وصفها واقول بنت ستين جازمة بتقول ان ده اعلام اسمه اعلام الازمة بنقف جنب السلطة الضعيفة ومش مهم اقتصاد ولا سيحة ولا استثمار ولا صناعة على اساس ان ايام مرسي كنا بنفس اليابان مقضيانها استهبال تقول لهم انا وقف في البلكونة وقعت علي حلمبوحة يقولك هو يعني ايه بلكونة بطيخ مولانا انك بتزعل او من الصوابع وبتتكيف جدا من الازرع وزير التعليم بيطلب على الهوى انه يوجه رسالة لزوجته ويبص للكاميرا ويقول استحمليني لميس الحديد قالت له يعني ايه تستحملك قال له اصل بنزل من البيت وهي نايمة وبرجع على ايها نايمة يا عم حركها انك ميتها حكومة كلها حندرس وحنفكر وحنحاول مفيش حننفذ سيدنا علي قال حين يسكت اهل الحق عن الباطل يتوهم اهل الباطل انهم على حق لما قارون يصرف ويمول ويحصن وهمان يعمل دعاية بالكهنة وشيوخ السلاطين لازم المكان اتطلع لك في العون وكان الله في العون واشرب بالهنة والشفا ولما تسمع بانتهاك الحرمات متقولش اوف لما ينتهك عرضك متعملش زي جوحة وتقول الحريقة بعيدة عن ضاري بطيخ مولانا عمره مكان احمر بس فيه خلق بتحب تستحمر بطيخ مولانا ليه شهوة ومزاج زي الكيف والقهوة بفكرك بالراجل اللي اخد ستين قفة على سهوة ارفض ويملة دنيا صريخ وصل صوتك للمريخ وفكر سيدنا محمد سيدنا عمر نابليون حتى فرعون عمر الخوف ما صنع تاريخ او ما تزعلش وبوص ايدك وش وظهر ورخص كل يوم في المهر وخليك ماشي جنب الحيطة وارقص وغني مع الزيتة انت وصاحبك الانتيخ وافرح بس يومين في الشعر واشرب ظل وارضع قهر وخليك عايش في البطيخ ترجمة نانسي قنقر